الرئيس السيسي يدعو القطاع الخاص والشركات المحلية للاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء بوتين يعلن الأحكام العرفية وحالة الحرب في المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمها إلى روسيا رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن كل الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتتهم موسكو بالتلاعب بالأسواق الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أعلى بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس بمحافظة كفرشيخ والذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة وخلال الافتتاح دعا رئيس السيسي القطاع الخاص وشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص من أول المشروع ده متاح دكتور مصطفى أيوة متاح لكم أن تخشوا فيه طبعا اللي عايز يتفضل والكلام ده بقوله في كل مشروع أفتتحه عشان طب تقولي طب إحنا ما ديتناش الفرصة من الأول لين الفرصة طب ما كانت موجودة على مدى 40-50 سنة دكتور حامد صحيح يا فرم لا بأمانة يعني عشان مش كده وبدأ في السابعنات بقى ياخد الحيذ الأكبر من الدراسات كانت في السابعنات الثمانينات لكن هو قبل كده كمان يعني أنا عايز أقولك اكتشافات أنت قلت 1922-1930 يعني بقى إحنا عارفين إن في حاجة زي كده بمصر نعم ولكن كإجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصة حي حقول ما جاتش فرصة مش حقول أي حاجة تانية لأن ما حدش أبدا هيبقى شافة إن فيه خير ويا دكتور مصطفى وإلا بقى إحنا بنظلم الآخرين وبنظلم نفسنا في الكلام لا أي حد في مصر مسؤول أي مكان موقعه حيبقى حريص على إن هو لو فيه مجال لخير هي إيه هيعمله فلكن ما حصلش ما جاتش فرصة أقول إن فرصة جات بإيه بإن فيه ما صار إحنا نجحنا في دي الوقت وعرفنا تفاصيله وبقى فيه حاجة تشكلت وخارجت للنور في المشروع ده كما أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم طلب السوق العالمي على منتجات الرمال السوداء كبير جدا وأوضح رئيس السيسي أن تكلفة مشروع الرمال السوداء تقدر بنحو أربعة مليارات جنيه إن دراسات الجدوى أنا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش وتشتغل في الموضوع ده وانت مستريح دي واحد نمرة اتنين طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا يلبي أي منتج أنت حتطلعه يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا ده موضوع تاني خالص يعني فيه خمات ما لهاش قيمة مضافة أبدا هي حتتتبع خمات كده وفيه خمات طلعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر قد يكون حيتكلف كتير حشان يطلع وخبرات كبيرة برضو كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامل وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت البيانات والوهلوات دكتور مصطفى المتاحة للمشروع المتاحة للكل اللي عايز يشتغل في هذا الأمر هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة مستعدة لأي إجراء للحفاظ على صحة العاملين بمشروع الرمال السوداء وشدد رئيس السيسي على ضرورة التأكد من أن العمل في مشروع الرمال السوداء ليس له أي تأثير صحية من خلال الإجراءات والمعايير والاحتياطات التي يمكن تحقيقها تشايفين أن نحن محتاجين مواد لارتداءها للعملين أو كده نحن مستعدين نعمل ده يعني نبقى متحوتين أكدر حرسين أكدر عشان في النهاية ما هو اللي شغال بشغال يوم ولا شهر ده شغال على طول فإحنا عايزين نبقى متطمنين من الكلام ده لأن دول أهلنا طبعا فعايزين نتطمن إن الشغل ده ملوش أي تأثير صحي على الإنسان من خلال الإجراءات اللي بتتعامل بالدرسات اللي أنتو عارفينها تمامي فانا والمعايير المعمول بيها وايضا بالإحتياطات اللي إحنا ممكن نحققها ترجمة نانسي قنقر 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 هذا وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع مصانع الشركة المصرية لرمال السوداء بمدينة البرولوس عقب افتتاحه بمحافظة كافر الشيخ كما تفقد الرئيس السيسي مبنى المعامل والبحوث بمجمع مصانع الشركة واستمع إلى شرح حول معمل فصل المعادن وتفقد كذلك مصنع الروتيل ووحدة التعبئة والتخزين بمجمع المصانع كما تفقد الرئيس السيسي الكراكة البحرية تحيا مصر والتي تتواجد في بحيرة صناعية تقوم الشركة المصرية للرمال السوداء باستخلاص المعادن الاقتصادية من هذه الرمال وتقوم بفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا يأتي ذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لخمات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة لصالح صناعة السيارات والالكترونيات وهياكل الطائرات موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى ولمتابعة معي عبر الهاتف الدكتور خالد الشفحي رئيس مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية دكتور هذا دعم رئاسي لمشروع الرمال السوداء كيف ترى والمردود الاقتصادي لهذا المشروع الضخم على الدولة الحياة في البداية بسرخي لحضرتكم وسرخي لسادة المشاهدين في كل مكان رمال من ذهب هذا ما يطلق على هذا المشروع اللي قدرت التكادي السياسية بفضل الدعم المتناهي في الحصول على استغلال أمثل لكل الثروات الطبيعية المتاحة والموجودة واللي كان بيتم هدرها في الماضي النهاردة بيتم استغلالها استغلال أمثل من خلال هذا المشروع القومي العملاق الذي يحقق مزيد من توافر فرص عمل مزيد من توافر مواد خام جديدة تدخل في صناعات متعددة أكثر من ست معادن تستطيع أن تكون مادة خام في أكثر من الصناعات الدقيقة والمتقدمة وعلى رأسها هيكل الطائرات والمفاعلات النوائية والزجاج والصناعات الجديدة كل هذا قدرت الدولة المصرية بدعم الكادي السياسية أن تستغل ما هو لديها من هذا الكنز اللي كان مدفون في الرمال وأصبح أول مشروع في الشرق الأوسط لاستغلال الرمال السوداء نعم هل ترى أن هذا المشروع يمكن أن يكون قاعدة لمشروعات قومية أخرى مرتبطة بهذا المجال ويعني أي جاذبية تراها أكثر لهذا المشروع سيكون للاستثمار الأجنبي أو المحلي الخاص الحقيقة هذا المشروع أعطى مزيد من الدعم للتوفير مواد خام جديدة كمصر النهاردة كان لدينا لذا العالم كله بطباطه ثلاثة الإمداد والتوريد مواد خام الذي يدخل في الصناعات جديدة النهاردة الدولة المصرية قدرت بهذا المشروع أن تنتج المادة الخام التي تدخل في مزيد من الصناعات القائمة والجديدة وبالتالي سنشهد خلال الفترة القادمة مزيد من الصناعات والشركات والتوطين صناعات جديدة بالقرب من هذه الشركة لتحقيق الاستفادة القصوى عما أنتجته هذه الشركة من هذه المعدن ومن هذه القدرات لتكون زيادة لصالح الانتاج الناتج القومي الإجمالي وزيادة في توفير فرص عمل وزيادة في توفير مزيد من الدعم لهذه الصناعات وتوفير المادة الخامة وتكون قادرة على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة أشكرك دكتور خلد الشفعي رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية تشكل الرمال السوداء مصدرا مهما للثروة المعدنية في مصر وتهتم الدولة على مدار السنوات الأخيرة بها حيث تعد أحد الكنوز الهم تتجلى تلك الأهمية فيما تحويه تلك الرمال من كنوز طبيعية ومعادن اقتصادية كبرى اشتركوا في القناة بعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئ لرئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون بمناسبة توليه رئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشرعي السابع عشر قال رئيس مجلس الشيوخ إن تولي السعدون رئاسة مجلس الأمة الكويتية سوف تسهم في دفع العمل البرلماني بالكويت إلى آفاق رحبة وتحقيق مزيد من التعاون المتمر مع مجلس الشيوخ المصري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على دور الهيئة العربية للتصنيع المحوري في قطاع الصناعة الوطنية لتطوير الانتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع أشار رئيس الوزراء إلى دور الهيئة الرئيسي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية التي تتبنها الدولة خلال المرحلة الحالية واطلع رئيس الوزراء على المشروعات القومية التي تشارك الهيئة في تنفيذها ومن بينها موقف مشروع تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله المختلفة والذي تولته الهيئة بالتعاون مع عدد من مصانع القطاع الخاص أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مبادرة صناعية مصر تعد من أهم المبادرات التقافية التي أطلقتها الدولة في الآونات الأخيرة جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه رئيس الوزراء بشأن تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من المبادرة حيث أكد رئيس الوزراء أنها تستهدف بشكل رئيسي تأصيل الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها وموروطاتها الإبداعية الفريدة كما تهدف المبادرة إلى الحفاظ على الحرف التراثية وحمايتها من الاندتار فضلا عن تدريب كوادر جديدة من الشباب ليصبحوا قادرين على إتقان ممارسة تلك الحرف بكفاءة عالية وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 172 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 34 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 25 طن وفي مجال البيع بأزيدة لمواد البناء تم ضبط 113 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 313 طن ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين جلسة نقاشية غدا الخميس بعنوان التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني وأوضح بيان لتنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين أن الصالون سوف يطرح عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش من بينها كيفية مساهمة الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطية ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع وغيرها من الأسئلة محل النقاش أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في المقاطعات الأوكرانية الأربع التي ضمتها إلى روسيا وقرر بوتين عقب اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا قرر منح حكام الأقاليم المنضمة لروسيا صلاحيات أكبر لدعم العملية العسكرية زمالة العزاء نحن نعمل حول حل مسائل معقدة وكبيرة لضمان مستقبل روسيا وحماية سكانها وكل من هو الآن على الجبهة يحصل على التدريب في مراكز التدريب ويجب أن يحصل على هذا الدعم ونحن نعرف أن دولتنا بضخامتها لديها شعب موحد ومن كافة فئاتهم من المهندسين والاقتصاديين وغيرهم يعملون على حل كافة المسائل المرتبطة بالكتلة الدفاعية والآن يجب أن نكون مجهزين على كافة المستويات في الحكومة وخاصة المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الروساء الأقاليم أعلنت القوات الروسية في خرسون جنوب أوكرانيا أنها تعمل على إجلاء المدنيين في المنطقة إلى الضفة الأخرى لنهر دنابرو مع تواصل الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية وكان القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا قد أقر بأن الوضع الميداني في المنطقة بات متوترا أمام الهجوم المضادة التي تشنه القوات الأوكرانية خاصة في خرسون اعتراف نادر أقرت به روسيا بالضغوط التي تتعرض لها قواتها قراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت مسكو ضمها قبل أسابيع فقط سيرجي سورفيكين القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا وهو جنيران في سلاح القو الروسي قال إنه يمكن وصف الموقف في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر وبشأن منطقة خرسون الاستراتيجية قال سورفيكين إن الوضع في هذه المنطقة صعب وإن القوات الأوكرانية تعتمد على قصر البنية التحتية والمباني السكنية في خرسون وفي مؤشر آخر على القلق الروسي أعلن رئيس منطقة خرسون الجنوبية الاستراتيجية المعين من كريملين عن نزوح منظم وتدريجي للمدنيين من أربع بلدات على نهر دينيبرو نتيجة لضغط من القوات الأوكرانية وردا على تصعيد للعمليات من الجانب الأوكراني شنت روسيا خلال الأيام الماضية أكبر موجة من الضربات الصاروخية بطائرات مسيرة على أوكرانيا خاصة العاصمة كييف منذ بداية العمليات العسكرية في فبراير الماضي مما أدى لتدمير ما يقرب من سلس محطات الطاقة الأوكرانية بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني زلينيسكي مرحلة جديدة من النزاع المستمر منذ ثمانية أشهر باستهداف منشآت مدنية حيوية لكل الجانبين كالقصور والطاقة مما أدى إلى تصعيد في الصراع خاصة مع دعم أطراف النزاع بكافة المعدات العسكرية مما يطيل أمده ويزيد من عواقبه الوخيمة من جانبه أكد المستشار الخاص للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية دان رايس أن بلاده بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة لوقف الهجمات الروسية بطائرات دون طيار والصواريخ وأوضح رايس أن أوكرانيا تحتاج إلى أكثر بكثير مما يتم تسليمه في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه من المستحيل الدفاع عن كل مكان وأنه من الممكن فقط الدفاع عن المدن الرئيسية أضف المستشار الخاص للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أن هناك نوايا لروسيا بجعل الشتاء المقبل صعبا للغاية على الأوكرانيين من خلال مهاجمة شبكة الطاقة أعلنت روسي أن القوات الأوكرانية حاولت استعادة محطة سابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو هذا وقد أوضح بلاديمير روجوف عضو المجلس الحاكم لمنطقة سابوريجيا أن القوات الروسية تتمكنت من صد محاولات القوات الأوكرانية للسيطرة على المحطة بعد قتال عفوا استمر عدة ساعات ويثير وضع المحطة النووية قلقا دوليا خلال الأشهر الماضية لا سيما مع تبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية قال بيترو كوتين رئيس المشغل الأوكراني لشركة الطاقة النووية أنرجعتهم قال إن حوالي خمسين موظفا في محطة سابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا ما زال أسرى لدى القوات الروسية وأوضح كوتين أن أكثر من مائة وخمسين موظفا في المصنع احتجزه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فبراير الماضي مشيرا إلى أن هناك من لم يعرف مصيرهم توقع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدارية رفايل جروسي العودة قريبا إلى أوكرانيا وأوضح جروسي أنه يواصل حاليا المشاورات الرامية إلى إنشاء منطقة حماية أمنية حول محطة سابوريجيا للطاقة النووية هناك احتمال أن أعود إلى أوكرانيا وروسيا هذا في الواقع ما تفقنا عليه من حيث المبدأ نواصل حاليا المشاورات الرامية إلى إنشاء منطقة الحماية أطلق إجابات وردود فعل من الجانبين وأبحث عن طرق جديدة للمضي قدما ومن أجل ذلك ربما سأطر إلى العودة قريبا جدا إلى ذلك أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانسي ستولتنبرغ أن احتمالية استخدام روسيا للأسلحة النووية ضد أوكرانيا منخفض وقال ستولتنبرغ في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس بمنتدى السياسة الخارجية ببرلين إن التحالف العسكري سيظل يقضا ويراقب عن كتب حالة واستعداد القوات النووية الروسية خاصة أثناء التدريبات النووية الروسية وحضر ستولتنبرغ بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا إذا استقدمت سلاحا نوويا في أوكرانيا وعلى الصعيد الاقتصادي حضرت وكالة التصليف الاقتمالي فيتشم من أن التضخم ورفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة سوف يدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود معتدل على غرار ما حدث عام 1990 وأوضحت الوكالة أن التضخم المرتفع سيتسبب في الكثير من الاستنزاف لدخل الأسر في العام المقبل ما يؤدي إلى انخفاض أنفاق المستهلكين وسيؤدي إلى انكماش خلال الربع الثاني من عام 2023 وعلى ذات الصعيد حذر الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتجه نحو الركود ما يجعل قرارات الاستثمار والأعمال أكثر صعوبة تعتزم إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن جانب من المخزون الاحتياطي النفطي الاستراتيجية في مسعى لدفع أسعار الوقود نحو الانخفاض من جانبه كشف معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود قررت الولايات المتحدة سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي وضخها بالأسواق بينما لا يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام المزيد من هذا الاحتياطي هذه الكمية من النفط الأمريكي التي سيتم دخوها بالسوق في ديسمبر المقبل تشكل الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه جو بايدن في الربيع ويقضي بالإفراج عن 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي أعقاب هذا الهجوم فوردت على روسيا أكبر مصادر للطاقة عقوبات أمريكية وأوروبية بعد هجومها على أوكرانيا في فبراير الماضي مما تسبب في اضطرابات في الأسواق في المقابل هدد الكريملين باستخدام تأثيره على إمدادات الطاقة كسلاح اقتصادي ضد الغرب الذي يدعم أوكرانيا وفي الوقت نفسه يعتزم الرئيس الأمريكي وضع آلية من شأنها أن تعيد بناء هذا الاحتياطي على المدى الطويل خاصة وأن واشنطن ستبدأ بعادة شراء النفط عندما ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط ما بين 67 دولار و72 دولار للبرميل ومنذ مطلع سبتمبر من عام 2021 سحبت الولايات المتحدة أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوى له منذ يونيو من عام 1984 وحاليا ما زال الاحتياطي النفطي في وضع جيد بأكثر من 400 مليون برميل ولم يأمر أي رئيس أمريكي من قبل بالإفراج عن هذه الكميات منذ إنشاء هذه الاحتياطيات في عام 1975 الولايات المتحدة تستخدم احتياطي النفط الاستراتيجي كجسر للخروج من أزمة ارتفاع أسعاره الحالية بالسوق العالمي كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية تخطط يوم الثامن عشر من نوفمبر لفحص مقترحات لتقليل أرباح قطاع الطاقة المساعدة في دعم فواتير الكهرباء ودفع تكاليف تثبيت شبكات نقل الطاقة وأوضحت التقارير أنه وسط إجراءات تحديد الأسعار للطاقة والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتي أطلقها للتحاد الأوروبي والحكومات فإن إنتاج الطاقة الفوري والمستقبلي من مصادر الطاقة المتجددة والنفايات وغاز المناجم والفحم النووي والفحم البني سيتأثر بالإضافة إلى منتجات الزيوت المعدنية أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا باندر لعن أن الاستهداف روسيا للمنشؤات المدنية الأوكرانية خاصة شبكات الكهرباء بمتابة جريمة حرب وإشددت رئيسة المفاوضية الأوروبية في اجتماع للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على ضرورة الوقوف بحزم ضد الثلاعب الروسي بأسواق الطاقة مشيرة إلى أنه سيتم دراثة كل الخيارات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة اعتماد كبير على الغاز الروسي في ذلك الحين توقعنا أن الأمر سيستغرقنا سنوات عدة لنجد بديلا للغاز الروسي لكنه استغرقنا فقط ثمانية أشهر لاستبدال ثلثي الكبية وبالتالي فقد أسرعنا بشكل كبير التنوع في الاعتماد على مزودين آخرين للغاز ولكن هذا مكلف جدا أكدت رئيسة وزراء بريطانيا لستراس الالتزام بالمحافظة على المعاشات التقاعدية وضمان ارتفاعها بما يتماشى على الأقل مع تضخم وقالت رئيسة وزراء بريطانيا في البرلمان إن الحكومة البريطانية تسعى إلى إجراء تخفضات بالموازنة قبل البيان المالي في نهاية أكتوبر أمر الجيش الكوري الشمالي قواته بإطلاق المزيد من قدائف المدفعية قبلة سواحل البلاد الشرقية والغربية يأتي ذلك ردا على إطلاق كوريا الجنوبية قدائف صاروخية متعددة الفوهات في إطار تدريبات هوجوك العسكرية التي بدأتها قوات كوريا الجنوبية أجواء متوترة في شبه الجزيرة الكورية تزامنت مع التدريبات الدفاعية السنوية لكوريا الجنوبية والتي تهدف بحسب سول إلى زيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونج يانج النووية والصاروخية ففي إطار ردها المضاد أطلقت كوريا الشمالية قزائف مدفعية قبلة ساحليها الشرقي والغربي لتصل تلك القزائف إلى نحو 100 قزيفة في البحر قبلة الساحل الغربي للجارة الجنوبية و150 قزيفة قبلة ساحلها الشرقي وذلك بحسب بيان لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي والتي أكدت أيضا أن جارتها الشمالية أمرت قواتها بإطلاق المزيد من قزائف المدفعية قبلة سواحل البلاد الشرقية والغربية وذلك ردا على إطلاق سول مقذفات من قزائف صواريخ متعددة الفوهات بيونج يانج أكدت أن إطلاق قزائفها يهدف لإرسال تحزير شديد إلى سول ردا على إطلاقها عشرات من قزائف المدفعية وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع تدريبات عسكرية بدأتها قوات كوريا الجنوبية حيث من المقرر أن تنتهي السبت المقبل وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان إلى ذلك يتواصل التصعيد في شبه الجزيرة الكورية مما ينذر بتوترات قد تشهدها الأيام المقبلة وتلقي بظلالها على العالم بأسره أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها تعقبت اليوم إحدى عشرة مقاتلة جوية وسفينتين حربيتين بمنطقة المضيق وكانت الدفاع التايوانية قد نشرت مؤخرا أنظمة صواريخ دفاع جوي أرضية لمراقبة الأنشطة الصينية وهددت باتخاذ إجراءات ضد الخروقات الصينية على أراضيها كانت التوترات قد تصاعدت بين تايوان وبيكين على مدار الأشهر الماضية تزامنا مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي في ظل تصريحات أمريكية مؤخرا تؤكد أنها ستوفر الحماية لتايبي حال تعرضها لأي هجوم فتحت أستراليا تحقيقا فيما اعتبره وزير الدفاع تقارير مقلقة عن تعاقد الصين مع طيارين غربيين متقاعدين من سلاح الجو لتدريب عسكريها وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق بأنها ستتخذ خطوات حاسمة لوقف بكين من تجنيد طيارين سابقين في أعقاب تقارير في وسائل الإعلام بريطانية ذكرت أن أكثر من 30 طيارا سابقا قبلوا عروضا لتدريب عناصر في سلاح الجو الصينية وشددت على أنها ستتخذ خطوات حاسمة لوقف برامج التجنيد الصينية للبحث عن الكفاءات في أوساط طيار قوات المملكة المتحدة المسلحة الحاليين والسابقين لتدريب عناصر جيش تحرير الشعبية الصينية وهو ما نفته بكين أعلن وزير الدفاع في قرغزستان أن السلام مع تاجكستان مستحيل حاليا وذلك على الرغم من توقع البلدين اتفاقا لوقف إطلاق النار واقترح وزير الدفاع القرغزي تدخل قوات لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وهو التحالف العسكري الذي تقوده موسكو وتنتمي إليه الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الجانبين منتصف سبتمبر الماضي على المنطقة الحدودية ما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص حذرت منظمة دولية من أن تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم وشددت المنظمة على أن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي وسط الأزمات السياسية والاقتصادية يواجه العالم تهديدا آخر لا يقل خطورة عن تلك الأزمات التي نعيشها حاليا بسبب التغيرة المناخية وتداعياتها مما ينذر بوضع أشد خطورة على الأجيال القادمة خلال العقود المقبلة فمع تفاقم أزمة المناخ وتأسيراتها على شتى جوانب الحياة حذرت العديد من المنظمات غير الحكومية من تداعيات الأزمة وتهديداتها لحياة نحو نصف أطفال العالم مشيرة إلى أن النطق الزمني لهذه التهديدات هو خلال العقد المقبل المنظمات دعت حكومات العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لمواجهة التغيرة المناخية لإنقاذ حياة الأطفال حيث أوضحت أن أكثر من سلس أطفال العالم معرضون بشدة لموجات الحر بينما يتعرض واحد من كل ستة أطفال لخطر الأعصير وبالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 انطلقت العديد من الدعوات لأطراف المشاركة في القمة إلى اتخاذ قرارات للاستثمار في التكيف مع تحولات المناخ والتخفيف من آثارها تتواصل المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات تحت شعار تطوع واترك بصمتك يأتي ذلك في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت شعار تطوع واترك بصمتك تستمر فعاليات المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات ومن بينها جامعة السادات بمحافظة المنوفية حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وذلك في إطار برنامج توعوي متكامل وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب جايين النهاردة بنعرف الشباب يعني إيه يكون متطوع الهدف من التطوع ده إيه إن إحنا بنقوله إزاي إن انت تساعد المبادرة في النهاية توصل للأسر المستحقة إزاي إن إحنا نوصل الدعم المستحقي خصوصا إن إحنا عندنا العدد كبير جدا وبالتالي هيكون عندنا على الأقل شاب أو اتنين موجودين من كل قرية ومغطيين المحافظة بالكامل طبعا إحنا بنعمل سلسلة ندوات على مستوى جامعات مصر للتعريف بدور مؤسسة حياة كريمة إن النشاطات اللي بتعملها طبعا المؤسسة أيما على الشباب وبتشتغل بالشباب فده كان ضروري جدا إن إحنا نعمل ندوات تعرف الشباب الجدد اللي ممكن ينضموا لنا بالإضافة لأن دور مصر الكبير أو في مؤسسة حياة كريمة دور مشرف توعية بمبادرة حياة كريمة الندوات اللي بتحصل الفعاليات جامعة مدينة السادات دائما سباقة بتبني جميع مبادرات في خامة رئيس الجمهورية وآخرهم مبادرة حياة كريمة اللي هي مبادرة إن شاء الله هتغير حياة أكتر من 60 مليون مواطن إحنا هنا في جامعة مدينة السادات يعتبر الملتقى الثاني للمبادرة كان الملتقى الأول في عام 2021 في شهر ديسمبر كان ملتقى يجمع الأكاديميين مع المجتمع مع التوعيين والتوعويين مع مؤسسة حياة كريمة اللقاء كان يشمل دراسة النحية العلمية والبحثية لحياة كريمة ومبادرة حياة كريمة وعلاقتها بالاستدامة الندوات تستهدف توعيات وتعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبالجهود التنموية المبذولة وذلك تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء حوارات جماهيرية في كل محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات حياة كريمة الفترة دي مش الموضوع أن حياة كريمة دخل كل بيت ودخل كل قرية كصرف الصحي وكمدارس وكمستشفيات وكبنية تحتية إحنا يمكن دخلين الموضوع أنه هو معركة وعي إحنا مستهدفين الشباب اللي موبدين في الجامعات لازم أن الشاب داي عارف حياة كريمة بتضيف إيه له وبتضيف إيه البلده أولا إحنا جايين للشباب علشان نحكي لهم عن حياة كريمة اللي ما يعرفش أو اللي ما شافش في مركزه لسه حياة كريمة وما وصلتش له فيه شباب منهم عارف وشافوا مشاريع حياة كريمة قدامهم وشافوا مدارس وشافوا الشغل بتاع حياة كريمة إحنا جايين بقى لنطلبة في مكانهم نقول لهم حياة كريمة بتعمل إيه وإيه دورها وإيه دورك أنت وإزاي تتطوع معنا وإزاي تبقى من المتواجد في مركزك أو في القرية بتاعتك ونحكي لهم الكلام ده كله ويشوفوا بعدين بالزيارات الميدانية هينزلوا معنا ويشوفوا بعينيهم في كل المراكس وكل القرى الحقيقة لما سمعت عن موضوع حياة كريمة وكده فهي حاجة كويسة جدا فدتنا كان من ناحية الكرة عندنا من البحيرة موضوع الصرف الصحيح عندنا الحقيقة كان فادنا جدا يعني فادنا من ناحية في أوقات الشتاء في الصرف العادي وكده فوفر علينا كتير وكده ووقت ولما سمعت أن فيه تطوع وكده الحقيقة ما ترددتش يعني قلت الموضوع كويس جدا وفكرة جديدة وحاجة كويسة يعني لنا كلنا تأتي هذه الندوات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في إطار العمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات وذلك إمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي بين شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياة كريمة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري تواصل القافلة الطبية بقرية بني حسين بمحافظة أسيوت أعمالها لليوم الثاني لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجا وتقديم العلاج بالمجان يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد ضمت القافلة جميع التخصصات ومعامل الأشعة وتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب بنكشف على جميع الأطفال والطفل اللي محتاج تحاليل بنحول المعمل التحاليل وبيرجع تاني إما إن إحنا لي برضي ثقافة صحية بتاعنا إن معظم الريف المصري مشكلته في النظافة وأمراض الديدان فإحنا بنعمله تسقيف صحي قبل ما يمشي نمرة اتنين بنخلي الأم تعرف تدي طريقة العلاج إزاي بالنسبة لنا وبنعمل نوع من التوعية للأسرة المصرية بالكامل فيه بعد كده أشعات بالنسبة لكل الأمور بالنسبة لنا فيه ندوات خارجية بتتعامل عن طريق التسقيف الصحي وفيه فحوصات كاملة عن طريق الفريج الطب بتاعنا طبعاً إحنا عندنا القبلة بتقام فعالياتها على يومين بيبقى معنا فريق طبي متميز بمختلف التخصصات زي البطنة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة وكلدية جراحة عزام أسنان أمفوز الرمض بيبقى معنا فريق متكامل طبي وبيبقى معنا كمان فريق من التمريض اللي ضمان حصول المواطنين على خدمة طبية متكاملة أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عسمط أكد أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة تعتبر من أولويات خطة العمل جاء ذلك خلال افتتاح محطة مياه أم عزام بمركز القصاصين في الإسماعيلية وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية وتحسين أحوال المواطنين تشهد مدينة شرم الشيخ العديدة من الفعاليات الترفيهية في إطار الاستعداد لاستقبال الوفود الأجنبية استعدادا لمؤتمر المناخ كاب 27 من بين هذه الفعاليات عروض مسرحية وعروض دالفن واصطحالة من السعادة التي يشعر بها الجماهير من مختلف الجنسيات عنشطة ترفيهية وفعاليات ترويجية تستعد بها مدينة شرم الشيخ لاستقبال زوارها والوفود الأجنبية من بينها عروض المسارح المائية للدالفين بشكل يومي واصطحالة من البهجة والمتعة أمام الجمهور من مختلف الجنسيات الشو كان رائع جدا 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 خصوص المدربين كانوا روعة وخصوصا ستيفن الكلب البحر كان حلو جدا الشو طعو روعة بصراحة فحاجة حلوة جدا جدا نحن استمتعنا استمتعت كثيرا بالعروض وحركات الدالفين المبهرة والمدربين وقمت بشراء اللوحة التي رسمها دولفن وبالفعل هذه الحيوانات زكية جدا وكان عرضا ممتعا الشو ظريب جدا فكرة الدولفين أنه بيتحرك وبيسمع كلام المدرب وبيعمل حركات لذيذة بحاجة فظيعة بكون حريصة أن أحضره كل سنة بصراحة الشو فظيعة عرض الدولفين بصراحة رائع جدا 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 المدربين كمان واضح أنهم على مستوى عالي قوي من التدريب وحفظين الحركات كويس جدا لجانب من كل الجنسيات حضرين ومبهورين أو بالعرض ودي حاجة تخلي الواحد فخور كثيرا ما نسمع قصصا عن دولفين في الجانب الترفيهي لكن الجديد أنها أصبحت وسيلة علاج وهي قدرتها على المساهمة في علاج مشكلة التواصل عند مرضى التوحد لو طبعا هيك عارف الاختيار لما بتيجي السايحة أو أسر السايحة تختار مدينة عشان تقضي أجازتها فيها فبيعودوا يختاروا مع بعض الروح فين فلما بتقول السيتي دي فيها دولفين شو بتبقى واخدى يعني الترشيح الأول من العيلة أنها تروح عشان يستمتعوا بحكاية الدولفين ليه بقى؟ احنا ممكن في سن الشباب ناس تعمل دايفينج أو تعمل سفاري موتسيكلات لكن لما بيكون في دولفين شوفها أنت بتخطب الطفل من أول ثلاث سنين لغاية الرجل اللي عنده 90 سنة عروض المسارح المائية واحدة من أنشطة السياحة الترفيهية والعلاجية وتقوم النظرية العلاجية المعتمدة على الدولفين من صفات هذا الحيوان القادر على التواصل مع الإنسان والدخول إلى عالم أطفال التوحد لكشف الكثير من قدرتهم أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة التي وصلت محافظة سهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة الرئيسية تأتيها القوافل ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني في إطار مبادرة ستر وعفية حيث تضم القافلة الطبية الموسعة التي تم إطلاقها في محافظة سهاج العديد من التخصصات الطبية وتأتي القوافل الطبية الشاملة كأحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية والذي يعد المحور الثاني من محاول خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النهاردة متواجدين ضمن المبادرات التلاف الوطني لجمهورية مصر العربية داخل محافظة سهاج في قرية أولاد عليه والتابعة لمركز البليانة النهاردة نشارك مؤسس الصناعة الخير بالقدم السكري وهذه أحد المبادرات التي تقوم بها المساعد الصناعة الخير تحت اسمه قدم صحيح هيتم توقيع الكشف الطبي على الحالات الغير القادرين والمترددين على عيادة القدم السكري النهاردة من عقصة واستشارية وعيادة موية طبعاً هتقدم كمان الأدوية مجاناً للحالات الغير قادرة وهيتم إجراء الغيارات الجراحية للمرضى داخل برضو غرفة القدم السكري وهيتم بحث الحالات الغير مستحقين وتقديم الخدمة لهم مجاناً على مدار العام حتى يتم شفاهم الحدث العظيم ده معامل تبع الاتحاد والاعتلاف الوطني للتنموي علشان طبعاً دي قفلة طبية شاملة عيون صحة إنجابية تنظيم أسرة جلدية عدد كبير منها عدد كبير من المؤسسات زي مؤسسة صناعة الحياة ومؤسسة تقابل عيون مؤسسات كتير ده الحدث بيدل أن القيادة السياسية عاملة إنجاز نحن زي ما شفت حضرتك نزلين لأصعب القرى لتوعية شاملة نقدم خدمات للمرضى عمليات مجانية نظارات مجانية برضو وكشفات ومتوفر معنا علاج بالمجان وإن شاء الله معنا تخصصات تانية كتير يعني وكلها خدمات للبلد إن شاء الله جايبين مبادرة قدم صحيح لأهالينا في أولاد عليوة والقرى المجورة فكرتنا في قدم صحيح إن إحنا نساعد أهالينا في القرى من مرضى السكر غير القادرين اللي عندهم مشاكل في القدم إن إحنا نحميهم من البتر الخدمات اللي بنقدمها النهاردة ثلاث مستويات من الخدمات المستوى الأول توقيع الكشف المستوى الثاني تقديم رسائل التوعية المستوى الثالث البداية الاستمرارية في تلقي علاج شهري لمن يثبت احتياجه للعلاج الشهري من مرضى القدم السكري اللي عندهم جروح بهدف حمايتهم من البتر إحنا حاولنا نستهدف نحن نقدم استفادة طبية لعدد ما يقلش من 2500 إلى 3000 فرد والحمد لله بإذن الله العدد وعدد الحضور كويس جدا والناس متقبلة جدا والناس مبسوطة جدا بالتواجد النهاردة إحنا جئينا سواجة عشان نوازل عشرنات مدرسية على المدارس بالإضافة إن إحنا هنعمل حملات توعية للأطفال عن المعاملات الإسلامية وعن كافية الوضوء وأحكام تلوة القرآن شفت بالمجاني وعطونا علاج زين ودوى وتمام والحمد لله بتكليف من الرئيس السيسي تنطلق الأحد المقبل فعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر من عام 2022 يهدف المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنهبة من كبار الاقتصاديين والمفاكرين والخبراء المتخصصين من جهتها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة كما يهدف المؤتمر اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرية كما سيشهد المؤتمر الاعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصادرين لتحقيق المستهدفات القومية نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرا جديدا يتناول حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر حيث ارتفع صاف الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال 2021-2022 بنحو 81.3% مسجلا 11.6 مليار دولار ووصل حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة او زيادة رؤوس الاموال الى 3.4 مليار دولار بزيادة تصل الى 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق لتشكل بذلك 29% من صاف الاستثمار الاجنبي بينما وصل صاف الارباح المرحلة وفائد الارصدة الدائنة خلال 2021-2022 الى 4.9 مليار دولار بزيادة تصل الى 11% عن العام المالي السابق مشكلة بذلك 42% من صاف الاستثمار التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفدا من كبرى الشركات البلجيكية المهتمة بمشروعات الطاقة الخضراء الجاري العمل عليها بالمنطقة الاقتصادية للقناة سواء مشروعات انتاج الهايدروجين الاخدر او الامونيا الخضراء او الصناعات المغدية والمكملة لهذه المشروعات وذلك بحضور الملحق التجاري بالسفارة البلجيكية وخلال الاجتماع عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية الهيئة 2020-2025 والصناعات المستهدف توطنها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها من خلال جاهزية نظام متكامل الصناعة وتوافر الخدمات المختلفة أكد وزير البترول طارق الملة على أهمية ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج لتوفير إمدادات مستقرة مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية جاء ذلك خلال اللقاء الوزير مع مسؤول شركة أمريكية برئاسة مؤسسها روجر بلانك لبحث أنشطة الشركة في منطقة امتيازها بجنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية بالإضافة لقصص النجاح التي حققتها خلال فترة وجيزة منذ بدء عملها في مصر عام 2016 فقد حققت متوسط إنتاج بلغ ثمانية ألاف برميل يوميا وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على تراجع جمعي للمؤشرات الرئيسية وارتفع رأس المال السوقية بنحو 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706 مليار و468 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيج أكس 30 بنسبة 7 من 100% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة كما رأت تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إيج أكس 70 متساوي الأوزان بالنسبة 37 من 100% ليغلق عند مستوى 226 نقطة وهبط مؤشر إيج أكس 100 متساوي الأوزان بالنسبة 36 من 100% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة إلى هنا تنتهي نشرة الثالثة بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عنوين الرئيس السيسية والقطاع الخاص والشركات المحلية للاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء فوتين يعلن الأحكام العرفية وحالة الحرب في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمها إلى روسيا رئيسة المفاوضية الأوروبية تؤكد أن كل الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتتهم موسكو بالتلاعب بالأسواق ختم النشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون النصرية أشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين موسيقى 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 موسيقى